السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضغط النفسي الذي مورس على كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل مورس حتى على النبي عليه الصلاة والسلام قريش استعملت أساليب كثيرة لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بين هذه الأساليب الأسلوب الذي سنرى اليوم وهو أسلوب المفاوضات وأسلوب المساومات العبرة من هذا الدرس عندما نسمع هذه المفاوضات ونسمع هذه المساومات التي طرحت وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن نفهم كيف ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام كيف أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو دائما متمسك مستمسك بدينه طائع لربه عز وجل لأن كل هذه المفاوضات وكل هذه المساومات هي نوع من أنواع الإبتلاءات وكل واحد مننا إلا وسيبتل في أمر من هذه الأمور فإذا ابتلي الإنسان لا بد أن يصبر ولا بد أن يحتسب عند الله عز وجل لأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان إذن عندما جربت قريش سياسة البطش والتنكيل وما أعطت نفعا ما أعطت حلا بصدها عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقررت أن تغير في أسلوبها وكما قلنا دائما سبحان الله مصداقا لقول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون كل تلك الأساليب ما زالت تمارس حتى الآن لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كل الأساليب التي مارسها كفار قريش ما زالت تمارس حتى الآن في وجه وضد الدعاة الذين يدعون إلى ربهم عز وجل إذن قريش أرادت أن تجرب مسألة المفاوضات مسألة الإغراءات فقام عتب بن ربيع يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده تخيل عندما كانوا يريدون أن يبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أين يجدوه؟ يجدوه قرب الكعبة يصلي لله عز وجل لأن الصلاة صلة بين العبد وبين وربه عز وجل فكانوا يجدونه عند المسجد فقال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنه هم فقط يريدون صد دعوة النبي عليه الصلاة مستعدون أن يتنازلوا في كل شيء كما سيأتي معنا فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه وكان بين عتب بن ربيع وبين عمه أبي طالب كانت بينهما قرابة ومصالح قم إليه فكلمه فقام إليه عتبه حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أخي انظروا التودد في الكلام حتى يستدرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن أخي أنت منا أو إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة وفي رواية من الصطة بنفس المعنى معنى الشرف والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها من بعضها فقال عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى أخلاق وأدب النبي عليه الصلاة والسلام من أقوى وسائل التأثير في الأقرباء بل في الأعداء حسن الخلق حسن الأخلاق فقال عليه الصلاة والسلام قل يا أبا الوليد ما قال له قل يا عتبة قال قل يا أبا الوليد وهاته كنيته والعرب كما تعلمون عندما يكن إنسان يحب أن ينادى بأحب الأسماء إليه فقال قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر من هذا الدين مالا جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا تخيل العرب ما كان عندهم ملك تخيل قبائل متناثرة متنحرة ومع ذلك تنازل في هذا الأمر وإن كنت تريد به شرفا سودناك أي كنت سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا انظروا إلى الخطوات التي يسلكها عتبة بن ربيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الذي يأتيك رؤى وفي رواية رئيا بمعنى الجن تراه لا تستطيع رده عنك طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا حتى نشفيك منه فإنه ربما غلب التابع أي الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوى منه حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه يستمع منه انظروا إلى فن الإنصات ودب استماع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المحاور كافرا قال أقد فرغت يا أبا الوليد أي ليس هناك شيء تضيفه فقال نعم قال فاسمع مني قال أفعل لو قاطعه النبي عليه الصلاة والسلام لم استطع أن يسمع أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه الحادثة فيها فوائد عظيمة سنتطرق إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني ثم تلا عليه أوائل صورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لا يسمعون حقيقة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آداننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قولي عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ساعقة مثل ساعقة عاد وتمود فما تحمل عتبة بن ربيعة فقام وأمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام ويناشده الرحم أن يكف عنه ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل انتهى إلى السجدة فسجد ثم قال له قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت ودك يعني اخسر لنفسك طريقة إما أن تؤمن هذا كلام الله عز وجل وإما أن تعرض سينالك العقاب والعداب من الله عز وجل وهناك رواية أيضا أن عتبة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد انظر أرادوا أن يوقع بينه وبين عمه أبي طالب قالوا له يا محمد أنت خير أم عبد الله يقصدون أباه فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له أنت خير أم عبد المطالب أي جده فسكت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل شيء نجيب عنه هذا فن التجاهل في بعض الأمور يصلح ليس في كل الأمور فن التغافل وفن التجاهل يصلح في بعض الأمور ليس في كل الأمور فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عتبة فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبد وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار أي الخبر فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا المال أيضا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا الباءة المقصود بها لغة الجماع وأيضا مقصود بها القدرة على القيام بتكاليف الزواج القدرة على مؤن الزواج لحديث بن مسعود رضي الله تعالى في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة وهنا المقصود من استطاع منكم القيام بتكاليف الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا وإن كنت إنما بك الرئاسة أي الملك عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت ماذا نستفيد من هذه القصة ومن هذه المفاوضات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر تركيز النبي عليه الصلاة والسلام ما أرد أن يدخل في متاهات في معارك جانبية حول أفضليتي في الرواية الثانية حول أفضليتي على أبيه أو على جده هو أفضل من أبيه وأفضل من جده هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ليس هذا هو الهدف هو يريد أن يوقع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول نعم أنا أفضل من أبي أو أفضل من جدي فيوقع بينه وبين عمه يوقع بينه بينه العداوة والبغضة فتحاشى النبي عليه الصلاة والسلام فما أجاب على هذا الأمر إذن أيضا الاستفادة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل يعني حول الجوانب المغرية كم من المال أو كم من النساء أو كم من كذا هذا لا يهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض النساء هناك الحور العين المال هناك القصور من الدهب ومن الفضة فبماذا يستبدل يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا لا يعقل فالنبي أصلا ما دخل في هذه الأمور أمور المغريات وأمور ما قبلها النبي وعلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس هدفه هدفه إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هدفه عليه الصلاة والسلام إخراج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هدفه عليه الصلاة والسلام إخراج العباد من عبادة الأوثان والأصنام إلى هدل الإسلام فهذا كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام فكان جوابه عليه الصلاة والسلام حاسما هو يتكلم عتب بن ربيعة النبي عليه الصلاة والسلام يجيب بالقرآن ثم عرض عليه أمورا والله لو عرضت عشر معشارها على كثير من الناس اليوم عندما نرى هذا التهافت على الدنيا وعلى المال وعلى كل شيء على كل حضوض الدنيا والعياذ بالله فلو عرضت على كثير من الناس ماذا سيكون حالي وماذا سيكون حالك ونحن نقول أننا نتأسى ونقسدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فالذين يتأسون حقا بالنبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يسلكون مسلكة ويلزمون غرز النبي عليه الصلاة والسلام وقريش تعلم هذه نفس بشري صبح الله جبلت وفطرت على حب المال وتحبون المال حبا جمع إنه لحب الخير أي المال لشديد المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الإنسان مفطور على حب المال قليل من الناس من ربما يكره المال فالغالب أن الكل يحب المال لكن المال من الحلال ثم إنفاقه في الحلال هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح أيضا النفس البشري تحب النساء هذا الرجل السوي يحب هذا الأمر قل هذا الله عز وجل في سورة آل عمران ماذا قال قال زين للناس حب الشهوات بدأ بماذا بالنساء زين للناس حب الشهوات من النساء قال ابن كثير رحمه الله بدأ بهن لأن الفتنة بهن أشد ومع ذلك ثبث النبي عليه الصلاة والسلام نعم النساء العرب الجمال كل شيء ثبث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقول ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون تسطروا على ذلك فينظر كيف تعملون الله عز وجل خلقنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نحن في دار ابتحان نحن في دار ابتلاء لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء هذا من باب عطفاً خاص على العام تأكيداً على أهميته وعلى خطورته بمعنى اتقوا الدنيا وخصوصاً النساء والنساء من أمر الدنيا كما في سورة آل عمران التي ذكرنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا لكن خصها النبي ذكرت على وجه العموم وعلى وجه الخصوص لماذا؟ تأكيداً على خطورتها تأكيداً وأيضاً في حديث آخر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم أي من النساء إذن الذي يقتدي ويدعي أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام الإغراءات الإغراءات في المال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال هل ابتعدت عن المال؟ هل تذكرت هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام ويدك كانت تريد أن تمتد إلى مال حرام؟ هل تذكرت هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام لتبتعد عن الوقوع في علاقة محرمة؟ نحن لماذا ندرس السيرة؟ لنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنقتدي به لنقث فيه أثرة ليكون نبراساً مصباحاً يضيء لنا هذه الطريق طريق التي امتلأت بالشهوات سواء بفتن الشهوات أو بفتن الشبهات فنحن نسأثر بهذه المواقف نريد أن نستخلص الدروس والعبر لنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً في هذه الحادثة وهذا الموقف والله هناك درس عظيم عتبة كافر وتأثر بالقرآن فما بلنا نحن الذين ندعي أننا نحب الله عز وجل ونحب النبي عليه الصلاة والسلام أصبحنا نقرأ القرآن وما نستشعر أنه خطاب من الله عز وجل لنا على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام كافر يتأثر بالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله هذا كافر يتأثر بالقرآن لكن الذي جعله يتأثر بالقرآن أيضاً هو خلق القرآن الذي رأاه في النبي عليه الصلاة والسلام ما قاطعه النبي عليه الصلاة والسلام كيف حالنا في تواصلنا؟ كيف حالنا في حواراتنا؟ هل نستمع؟ هل ننصد للآخر؟ هل نريد أن نفهم الآخر؟ أم نريد فقط أن نفرض وجهة نظرنا نحن؟ والله نحتاج أن نعيد النظر في حواراتنا نحتاج أن نعيد النظر في طريقة تواصلنا مع بعضنا تذهب إلى مجلس تجد عشر يتكلمون من يستمع إلى الآخر؟ بل في كثير من الأحيان ترى يعني بعض الأخوات يتكلمن أو بعض الإخوة يتكلمن يعني يتكلموا في وقت واحد من يستمع إلى الآخر؟ أليس من الأدب أن يتكلم واحد فيستمع له الكل؟ ثم يتكلم كل إنسان بحسب دوره أو بحسب الموضوع الذي يريد أن يطرحه على الناس أيضا في هذا الموقف وفي هذه الحادثة يعني تعلم الصحابة رضي الله عنهم تعلم الصحابة رضي الله عنه من النبي عليه السلام رحابة الصدر سعة الخاطر وهذا أمر مهم أن يربي النبي عليه السلام الصحابة فقط بالأقوال سواء كانت آيات أو أحاديث نعم هذا جيد لكن بالأفعال لأن تأثير الأفعال أبلغ من تأثير الأقوال الأولاد يتأثرون بما يرون من أفعال آبائهم وليس فقط بأقوال آبائهم فالتأثير بالفعل أبلغ من التأثير بالقول فتأثر الصحابة رضي الله عنهم عندما يرون هذه السعة ويرون هذا رحابة الصدر وهذا الحلم من النبي عليه السلام رغم أنه قيلت له كلمات تقدح في خلقه عليه السلام كأنه ساحر وكأنه ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك السخلة قيل يا ولد يعني أشات سواء كان مثلا من الماعز أو من الضعن وقيل ألبهما فكأنه يعني نوع من القدح ونوع من السب في حق النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام متمسك بدينه ثابت لا يتزعزع وهكذا حال الإنسان المسلم حتى لو سمع كلاما ما يتزعزع في عقيدته وما يتزعزع في دينه هذا دين الله عز وجل ونحن نشرف أننا نتبع دين الله عز وجل ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا الأمر أمر مهم عندما فاوضت قريش النبي عليه الصلاة والسلام رغم كل هذه المغريات كل واحد منه يسأل نفسه هل ثبت أمام فتنة المال هل ثبت أمام فتنة العلاقات فتنة النساء أو فتنة الرجال الإنسان هل ثبت في هذه الفتن فلا بد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا سألت مسألة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام رسول مرسل من ربه عز وجل فما يتزعزع لهذه الأمور وسبحان الله كلما كان الإنسان ثابتا في مواقفه احتار الأعداء في حقه كانوا المصريين يعني يقولوا هذه الكلمة امشي عدل يحتار عدوك فيك بمعنى كلما كنت ملتزما بمبادئك بقيمك والله يحتار الأعداء كيف يمرون إليك كيف يعني يستدرجونك لماذا أنك ثابت على مواقفك وهذا هو الأصل نحن نتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الدروس درس الثبات على المبدأ درس الثبات على الحق ونستعين بالله عز وجل لأن التوفيق اللا يخلي الله عز وجل بينك وبين نفسك هذا هو التوفيق لعم تأخذ بالأسباب لكن تعلم وتعتصم بحبي الله عز وجل بعد أن جربت قريش هذا الأسلوب مر إلى أسلوب آخر وهو أسلوب سفيه يدل على معرفتهم وعلى علمهم بأنهم لا يعبدون شيئا لا يعبدون شيئا ينفعهم ويضرهم ويحميهم نحن نعبد الله عز وجل عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما فجاء أحد المشركين فاخترط السيف فقال من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال الله فسقط السيف من المشرك لأن هذه الكلمة العظيمة كلمة الله سبحان الله هذه الكلمة تجد لها وقعا عند الكافر قبل المسلم فلما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف قال لله الآن ومن يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ أين آلهته؟ أين الأصنام؟ أين الأوثان التي كان يعبدها هذا الرجل؟ لو كان له ركن يحتمى به لكن ليس له شيء بخلاف أهل الإسلام فقط لو رفعوا أيديهم فقالوا الله يدعون الله عز وجل بقلوب صادقة بيقين تام لأجاب الله عز وجل دعوتهم فجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يريدون أن يتنازلوا أكثر بعد أن جربوا كل الأسليم فقالوا هلما يا محمد فنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر هذه عبادة ما يسميها علماء السير العبادة المشتركة قالوا أنت تعبد هبل واللات والعدزة ونحن أيضا نعبد إلهك في نفس الوقت فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظك أو بحظنا منه وإن كنا وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه يعني هم يعلمون حقيقة الدين وهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يلقب بالصادق الأمين تأتي نشترك في عبادة تعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد فإن كان خيرا اشتركنا في هذا الخير هذا أمر لا يستقيم الاقتراح الثاني كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال دعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض آخر فقالوا له يعني خصلة واحدة ولك فيها صلاح قال وماهي قال تعبد اللات والعزة سنة ونعبد إلهة كسنة يعني أنت تعبد آلهتنا سنة ونحن في السنة الثانية نعبد إلهة كسنة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لهم حتى أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي من عند الله عز وجل من اللوح المحفوظ قل يا أيها الكافرون وهذه أول مرة المرة الوحيدة في القرآن التي يقول فيها الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فبدأ الله عز وجل بكلمة قل لماذا لرفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالرفق واللين يخاطب الناس بالتي أحسن كما قال ربنا عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فلما كان الخطاب هنا غليظا لماذا لرفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه ليست فقط شدة في الأسلوب بل لوضوح الصفة قل يا أيها الكافرون يعني الكافرون في الماضي في الحاضر في المستقبل في المستقبل قل يا أيها الكافرون يعني الذين هذه صفتهم من اللطائف التي نجدها في كتاب ربنا عز وجل أن مسائل الاعتقاد غالبا ما تأتي تلقينية كقوله عز وجل قل هو الله أحد كقوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كقول الله عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين فقوله عز وجل قل يا أيها الكافرين هاته صفتهم ليس فقط الكفار في عهد النبي عليه الصلاة بل إلى يوم القيامة لا أعبدون لا تنازل هذه عقيدة هذه عقيدة عندما ترى الكفار سبحان الله في كثير من أحدهم هم لا يتنازلون وبعض ممن ينتسب إلى دين الله عز وجل يتنازل تقول كيف فهم الدين هذا الإنسان فقوله عز وجل قل يا أيها الكافرون هذا خطاب لكل كافر يتناوله وصف الكفر وما قال يا أيها المشركون حتى تتناول هذه الآية كل كافر سواء كان يظهر الشرك أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله عز وجل من العبادة قل يا أيها الكافرون لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يعني يقرأ في رغيبة الفجر ويقرأ في السنة البعدية بعد صلاة المغرب يقرأ بقوله والله أحد وبالكافرون وبقوله والله أحد يعني بالكافرون وصورة الإخلاص لماذا أنه فيها براءة من كل معبود سوى الله عز وجل براءة وكأن الإنسان وهو يريد مثلا أن يبدأ يومه يبدأ يومه ببراءة من الشرك ينهي يومه ينهي يومه ببراءة من الشرك بل في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت الصورة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عبد آمن بربه ثم قام فقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد حتى انقضت الصورة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عبد عرف ربه فصورة الإخلاص أيضا سورة كافرون تسمى صورة الإخلاص في هاتين الصورتين براءة يعني براءة من الشرك ماذا نستفيد أيضا من هذا العرض الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن مسألة العقيدة لا تنازل فيها لا مداهنة لا نفاق مسألة العقيدة مسألة جد مهمة نعم ممكن أن نحاور أهل الكتاب ممكن أن نجادلهم لأن بعض صور الدعوة تكون في المجادلة كما ذكرها ربنا عز وجل في القرآن نجادلهم بالتي أحسن لكن تقارب الأديان وحدة الأديان هذا كلام خاطئ الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام كل الأنبياء أرسلوا بالإسلام وأمرت أن أكون من المسلمين فلما أحس عسى منهم الكفر قال ما ننصر إلى الله قال الحواريون نحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقس على ذلك كل الأنبياء جاءوا بالإسلام إنما هي كانت شرائع حقيقة والإسلام توحيد الله عز وجل الطاعة المطلقة لله عز وجل فمسألة العقيدة ليس فيها ليس فيها مداهنة هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أيضا ما نستفيده من هذه الحادثة عندما عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال المصلحة مثلا أن أعبد إلههم آلهتهم سنة حتى يعبدوا إله سنة ربما يجربون لا هذا أمر لا يستقيم أيضا ما قال مثلا في الرواية الأولى مثلا أو في الحادثة الأولى مع عتبة يعني مع أبي الوليد يعني عتبة بن أبي ربيعة ما قال مثلا أنا أصبح ملك ثم أفرض عليهم الإسلام لا لا يكره في الدين الإسلام لا يفرض الإسلام مفروض من عند الله عز وجل بقوة الحجة بقوة البرهان والعرب دائما على دين ملوكهم فما قال المصلحة أن أصبح ملكا ثم أفرض عليهم الإسلام لا حتى يفهموا ويقتنعوا بدين الله عز وجل أنه لا إكراه في هذا الدين لابد أن يسلموا حقيقة وطواعية لربهم عز وجل لهذا مسألة العقيدة مسألة جد مهمة ولهذا في غزوة أحد كمرو البخاري لما انتهت معركة أحد نادى أبو سفيان وكان حين ذاك مشركا بأعلى صوته وقال أفي القوم محمد فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبه فكررها أبو سفيان ثلاثا ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة يعني الصديق رضي الله تعالى عنه فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبه فكررها يعني ثلاثا يقول عليه الصلاة والسلام لا تجيبه فلم يجيب أحد فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل فنادى في المرة الثالثة أفي القوم ابن الخطاب يقصد عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبه فكررها ثلاثا فاطمأن إلى أن هؤلاء أي النبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق قد قتلوا جميعا فالتفت أبو سفيان إلى قومه من المشركين وقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلم يتمالك الفاروق رضي الله تلعن نفسه فرد على أبي سفيان وقال كذبت والله يا عدو الله إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يحزنك وفي رواية ما يخزك وفي رواية ما يسوءك فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر يعني يذكر بمن قتل يوم بدر فيقول يوم بيوم بدر أحدك بضر والحرب سجال ثم بدأ يقول ماذا أعله بل أعله بل هنا قال النبي عليه السلام ألا تجيبوه مع أنه قبل لحظات كان عليه السلام يقول لا تجيبوه ماذا تغير المسألة الأولى كانت متعلقة بأشخاص حتى لو كان شخص النبي عليه السلام لكن المسألة الثانية بذات الله عز وجل بالعقيدة أمر واضح فقال عليه الصم ألا تجيبوا قالوا ماذا نقول قالوا قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل هو يقول أعلوه بل أنتم أيها المسلمون الموحدون قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي عليه الصم ألا تجيبوه قالوا ماذا نقول قالوا قولوا له الله مولانا ولا مولانا لكم قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إذن قريش عرضت إغراءات للنبي عليه الصلاة مفاوضات للنبي عليه الصلاة لماذا؟ لثثنيه عن دعوته فكذلك نستفيد نحن كم من الابتلاءات نمر بها في اليوم سواء في العائلة سواء مع أنفسنا سواء مع أقربائنا سواء في شغلنا سواء في دراستنا فنتذكر كيف صبر النبي عليه الصلاة نتذكر كيف ظل النبي عليه الصلاة ثابثا جبلا راسخا على مبادئه فنتبت بإذن الله عز وجل فالحياة وإن طالت فهي قصيرة وإن عضمت فهي حقيقة الحياة فنسأل الله عز وجل دائما حسن الخاتمة ونسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات فأقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروه إن الغفور رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر